اشتركوا في القناة المصود بالمفاهيم والمصطلحات التالية منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، محكمة العدل الدولية أن يستخلص الطالب النتائج البشرية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية الناجمة عن الحرب أن يبين الطالب التحولات السياسية الجذرية التي أسفرت عنها الحرب وفي النهاية يتتبع التغييرات التي حصلت على الخريطة السياسية بسبب الحرب المقدمة مثلت الحرب العالمية الثانية صداماً حاداً بين النظم السياسية وتوجهات اقتصادية متباينة وقد سخرت الدول المتحاربة كل طاقاتها لتحقيق الانتصار في هذه الحرب التي طلت مدتها واتسع مجالها فكانت الشد عنفاً ودماراً مقارنة بالحرب العالمية الأولى نشاط واحد النتائج البشرية اقرأ جدول الخسائر البشرية الناتجة عن الحرب العالمية ثم أجب عن الأسئلة الآتية واحد ما هي الدولة التي احتلت المركز الأول من حيث عدد القتلى العسكريين اثنين رتب الدول تنازلياً حسب عدد القتلى من المدنيين ثلاثة ما هي الدولة التي تكبدت أقل عدد من القتلى الإجمالي ولماذا؟ الدولة التي احتلت المركز الأول من حيث عدد القتلى العسكريين كانت الاتحاد السوفيتي الدولة التي تنازلياً حسب عدد القتلى من المدنيين كانت الصين والاتحاد السوفيتي وبولندا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية أما الدولة التي تكبدت أقل عدد في القتلى الإجمالي كانت الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بسبب كون أراضيها كانت بعيدة عن العمليات العسكرية والآن نستعرض معا النتائج البشرية والاقتصادية النتائج البشرية والنتائج الاقتصادية والعلمية النتائج البشرية قدرت بخسائر بشرية مروعة وأزمات اجتماعية ونفسية عميقة النتائج الاقتصادية والعلمية تباين النتائج الاقتصادية ونتائج علمية وتقنية الخسائر البشرية المروعة قتل ما يتجاوز خمسين مليون شخص نصفهم من المدنيين وتشويه وجرح ملايين من البشر وأيضا تعديات خطيرة على حقوق الإنسان وبذلك تم اعتقال الأطفال والنساء وارتكبت العديد من المجازر والسعمال الأسلحة الكيموية والذرية الأزمات الاجتماعية والنفسية العميقة من ناحية الاجتماعية تدى إلى تفكك الحياة الاجتماعية وانخفاض نسبة الولادات مقابل ارتفاع ملحوظ في نسبة الوفيات وأيضا بروز المشاكل الاجتماعية وازدياد عدد الإناث بالمقارنة مع عدد الذكور أما من الناحية النفسية كثرة عدد المشردين وتضخم المشاكل النفسية مما أدى إلى ازدياد الشك والنفور من أي تقدم علمي والخوف من المستقبل تباين النتائج الاقتصادية اضطرت الدول الأوروبية إلى الاقتراض بسبب نفقات الحرب الباهضة وتكدس ديونها أيضا خسائر مادية كبيرة وتحول الدول الأوروبية من دول مصدرة إلى دول مستوردة واستفادت الولايات المتحدة الأمريكية من حاجة أوروبا للإقتراض فتجمع لديها أكثر من 80% من الرصيد العالمي للذهب وأصبح الدولار هو العملة الوحدة في العالم نتائج علمية وتقنية كان منها اختراعات علمية هامة وطفت بشكل متباين منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي ما هو سلبي مثل صنع القنبلة الذرية وما هو إيجابي تطوير وسائل المواصلات وما يخدم الإنسان مثل العقاقير الطبية واللقاحات ومن أهمها البنسلين النتائج السياسية تحولات سياسية جذرية والخريطة السياسية الجديدة لأوروبا تغيرت التحولات السياسية الجذرية تم هزيمة الدكتورتوريات في إيطاليا وألمانيا واليابان وتراجعت مكانة القارة الأوروبية بروز قطبان جديدان هما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وتغيرت أنظمة الحكم بأوروبا الوسطى والشرقية حيث نشأت مكانها ديمغراطيات شعبية وبذلك انقسم العالم إلى كتلتين متنافستين وهي الكتلة الغربية بزعامة الأولايات المتحدة الأمريكية والكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتي هنا الكتلة الشرقية وهنا الكتلة الغربية وتطورت المستعمرات خارج أوروبا وبرزت المطالب المشروعة لحركات التحرر من الاستعمار أدى ذلك إلى استقلال المستعمرات وظهور البلدان النامية التي شكلت بما عرف بالعالم الثالث الخريطة السياسية الجديدة لأوروبا عودت جميع بلدان أوروبا إلى حدودها القديمة باستثناء بولندا التي توسعت على حساب ألمانيا فانقسمت أوروبا إلى منطقتين نفوذ سوفيتية في الشرق وأمريكية في الغرب وقسمت ألمانيا إلى دولتين واحدة في الشرق ألمانيا الشرقية عاصمتها برلين والثانية في الغرب ألمانيا الغربية عاصمتها بون نشاط رغم اثنين نشأت منظمة الأمم المتحدة عام 1945 اقرأ الرسم التالي ثم اذكر دلالات كل من شجرة الزيتون أعلام الدول زراعة الشجرة ترمز شجرة الزيتون إلى السلام أعلام الدول السماح بالانضمام لجميع دول العالم زراعة الشجرة السعي لتحقيق السلام نشأت منظمة الأمم المتحدة عام 1945 تأسست هذه المنظمة الدولية على إثر انعقاد مؤتمر سانو فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية الذي حضره نواب عن خمسين دولة واتخذت من مدينة نيويورك مقرا رئيسيا لها أهداف المنظمة واجهزة المنظمة أهداف هذه المنظمة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتطوير التعاون الدولي بين الدول مع ضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها وبذلك حماية حقوق الإنسان أما أجهزتها تتكون من الجمعية العامة، مجلس الأمن الدولي، الأمانة العامة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محكمة العدل الدولية الجمعية العامة هي الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة وتتكون من ممثلي جميع الدول الأعضاء مجلس الأمن الدولي يتكون من 11 عضوا وحاليا 15 عضوا من بينهم خمسة أعضاء دائمين وهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا والصين وهم يتمتعون بحق نغض الفيتو وينتخب باقي الأعضاء لمدة سنتين ويعد مجلس الأمن صاحب السلطة الفعلية في هذه المنظمة أما الأمانة العامة تطلع بشتى الأعمال اليومية للمنظمة وتقدم الخدمات إلى باقي الأجهزة ويديرها الأمين العام المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقوم بالتنسيق بجهور لعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وأخيرا محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي بهولندا ومهمتها حال النزاعات التي تنشب بين هذه الدول انتهى درسنا اليوم نتمنى لكم أعزائي الطلبة الاستفادة والتوفيق ترجمة نانسي قنقر